مازلنا مع حضراتكم وفي أجواء الأعياد والحقيقة النهاردة فريق عمل البرنامج اختار ان احنا يكون موضوعنا الرئيسي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر كلنا عارفين ان العائلة المقدسة دخلت مصر في الاول من يونيو الكنيسة تحتفل بهذا التاريخ كل سنة في مشروع لإحياء مصار رحلة العائلة المقدسة لان هذه الرحلة كانت في اماكن ومحافظات كثيرة وفي كل مكان زي ما اسمعنا في اتصال التليفوني قبل الفاصل في كل مكان وقفوا فيه كان كنيسة وكان مزار وكان الحكومة المصرية مهتمة بإحياء هذه الرحلة وتجديد وتطوير كل النقاط والاماكن اللي مرت عليها العائلة المقدسة ورفع جهزيتها وكفاعتها وكفاعة الخدمات السياحية فيها طبعا خلونا نفكر بعد انه البابا روما بابا الكاتوليك لما جيزر مصر من اكتر من سنة قال انه رحلة العائلة المقدسة تعد من ضمن رحلات الحج المسيحي وده امر من شأنه طبعا التأثير فيه يعني امر له دلالة سياحية غير الدلالة الروحية كبيرة في مصر رحلة العائلة المقدسة كانت خمسة وعشرين نقطة في تم المحافظات شمال سينة الشرقية الغربية كفر الشيخ البحيرة القاهرة المينيا واسيوت كل مكان من دول بيحتوي على مجموعة من الاثار زي ما قلنا في سورة كنائس او اديرة او ابرميا او مجموعة من الايقونات القبطية اللي بتقول ان العائلة المقدسة مرت في هذا المكان او في هذه المواقع وفقا لما اقرته الكنيسة القبطية الارتودوكسية في مصر رحلة العائلة المقدسة لمصر بتقول حاجة مهمة جدا لكل المصريين بتقول العالم كله بتقول ان مصر كانت الملجأ والملاذ والحماية والامان وانه لما من ايام العائلة المقدسة وما بعدها لما الناس تشعر بالخوف بالفزع بالمطاردة بعدم الامان لا تجد الا مصر تحسسها بالامان تحتضنها تحميها تحافظ عليها وبمناسبة هذا